إذن طالما نحن في سياق الحديث إلى الآلة واستجابتها فدعونا ننتقل الآن إلى نموذج آخر من حديثنا إلى الآلة وإن كان مختلفا تماما شكلا ومضمونا دعونا نتأمل في هذه الآلة وفي الحديث معها لا خير في هذه الأجهزة إن لم تأخذنا إلى أماكن أفضل ومن أفضل الأماكن التي يمكن أن نتشرف بالجلوس فيها هي أماكن الخير والعلم والذكر ومن أفضل الذكر ذكر الله ومجالس تحفيظ القرآن وأهله وتعليمه لكن ليس الكثير تتوفر لهم هذه المجالس لذلك فهم يلجأون إلى بعض الحلول المتوفرة بوفرة عبر هذه الأجهزة لكنها ليست وافية ليست جميع هذه الحلول وافية لذلك لا يرتاح أصحاب الإبداع في هذا المضمار المبارك إلا أن يأتوا بحلول تقربنا إلى الصورة المثالية لتعلم القرآن الكريم وتعليمه وتحفيظه تطبيق إقراء قد يكون أحدها ودعونا نجرب ذلك معاً الآن وفي هذه الوقفة السريعة مع صناع هذا التطبيق شركة إقراء لتقنية المعلومات ومع مؤسسها الدكتور محمد المجيدل حياك الله دكتور محمد الله يحييك نورتنا وشرفتنا كأول ضيف في هذا الموسم العاشر أنا سعيد إن شاء الله هذه الافتتاحية تكون افتتاحية مباركة والله يسددكم معينكم الله يبارك فيك التطبيقات القرآن ولله الحمد موجودة بوفرة في متاجر التطبيقات سواء كانت متاجر الآيفون أو متاجر جوجل أنتم اخترتم أن تدخلوا كذلك في هذه المنافسة على الخير إن شاء الله وتأتوا بتطبيق جديد ما هي الميزة التنافسية لتطبيق إقراء؟ أهم ميزة طبعاً نتحدث عنها في تطبيق إقراء أنها هي أول تطبيق يتيح تعلم القرآن بالصوت والصورة نحن نعلم أن القرآن انتقل إلينا بالمشافهة بمعنى أنه يعتمد على القراءة بين المعلم والطالب هي قراءة تتم بالمواجهة فتطبيق إقراءة هو أول تطبيق يتيح التعلم بالصوت والصورة بين المعلم والطالب هناك ميزات كثيرة للتطبيق ربما تعتبر أول ميزات في هذا المضمار واحد من أهم الميزات أن التطبيق يعمل على مدى 24 ساعة سبعة أيام في الأسبوع بمعنى أن الطالب يستطيع أن يتعلم القرآن في أي وقت يشاء وفي أي مكان أيضا يشاء لأنه مجرد يحتاج أن يكون متصلا بالإنترنت يمتاز التطبيق أيضا بالسهولة نحن نقول في تطبيق إقراءة تستطيع أن تصل إلى المعلم بنقرة زر واحدة كما سنرى إن شاء الله بعد قليل أيضا يتيح التعلم للذكور والإناث لأنه يوفر معلمين ومعلمات هؤلاء المعلمون يغطون كل مسارات التعلم المحتملة سواء كان الطالب يراب بالحفظ والمراجعة فقط أو يراب بتصيح التلاوة أو حتى بالنسبة للصغار الذين لم يبدأوا بتعلم القراءة فهو يساعدهم على تلقين وتعلم القراءة الكريم عن طريقة التلقي والتلقين إضافا طبعا إلى ميزات أخرى كثيرة في التطبيق أنا تعرف على الأشياء أنا والله أنت حمستني وإحنا أود أن نشوف التطبيق من الداخل فخلينا ندخل في جولة كذا معك ونتفرج على هذا الجمال وحيكون طبعا إحنا ممكن نتفرج عليه على الشاشة إذا حصل جميل على أساس تعطينا فكرة عن هذه الفكرة والإبداع الموجود طبعا هو التطبيق متاح حاليا ويمكن لأي أحد أنه الآن يبحث عن تطبيق إقراء ويبدأ يحملوا معنا ويشوفوا معنا صحيح سمام الآن هذه هي حملناه وطلعت معنا بعض لو تعدون لنا أيام الأول عشان يصير معنا من البداية جيد يلا بسم الله هذا التطبيق طبعا أول مرحلة في التطبيق هي التسجيل التطبيق الآن باللغتين العربية والإنجليزية والمعلمون الموجودون في التطبيق يغطون أيضا اللغتين بالإضافة إلى بعض اللغات الأساسية الأخرى زي اللغة الفرنسية واللغة الأسبانية فالتطبيق متاح باللغتين العربية والإنجليزية بعد أول خطوة في التطبيق هي عملية التسجيل مجرد إدخال رقم الجوال ويأتي كود التفعيل بعد ذلك يتم إدخال كود التفعيل ثم إدخال البيانات الرئيسية واللي يتم من خلالها تحديد المسار الذي يرغب الطالب التعلم فيه واللغة التي يرغب التعامل بها ونوعية المعلم والمصحف أيضا الذي يرغب أن يقرأ فيه بعد ذلك بعد التسجيل سيكون يتم إعطاء الطالب 15 دقيقة مجانية لتجربة التطبيق بعد ذلك عملية الاتصال بالمعلم تكون عملية سهلة جدا من الصفحة الرئيسية للتطبيق يستطيع أن يطلب الطالب معلم مباشرة أو يستطيع أن يختار معلمه بنفسه هذه القائمة التي أمامنا الآن هي قائمة يستطيع الطالب من خلالها أن يضع خطته التعليمية فهو يريد أن يحفظ أجزاء معينة أو صور معينة ثم كلما أنجز شيئا من خطته التعليمية يتم نقل هذا المنجز إلى إنجازاتي فدائما الطالب يتنقل بين خطته التعليمية وبين الإنجازات طبعا أيضا من الميزات المهمة في التطبيق أنه جميع الجلسات مسجلة وهذا يتيح للطالب أن يعود إلى الجلسة في أي وقت يشاء الآن عمل خطة تقريبا الآن عمل خطة ودرجها ضمن قراءاتي ممتاز بعد ما ينفذ طبعا ممكن أن عمل الخطة إما من خلال السورة أو من خلال الأجزاء أو من خلال آيات محددة جميل جميل بعد ما ينهي هذا الجزء من خطته التعليمية حتى ممكن من خلال بالآيات كذلك بالآيات نعم إذن خطة وافية لمن يريد حفظا قليلا أو كثيرا أو كثيرا هذا الآن الطالب وضع خطته التعليمية قد تكون مدة شهر شهرين سنة إلى من يرغب مثلا يحفظ القرآن كاملا ثم بعد ما يحفظ أي شيء مجرد أن يقول تم الإنجاز فيتم نقل هذا الجزء من الخطة إلى الصفحة الأخرى اللي هي صفحة إنجازاتي ممتاز جميل جدا أنا الآن ودي أصراحة أدخل إلى عالم الميزة التنفسية الجميلة اللي عندكم اللي هي المباشر هل سنرى الآن الشيخ مثلا ممكن أنه أنا الآن أبغى الشيخ يطلع ويسمع لي أو يعلمني فأتمنى أنه يكون هذا الجزء فعلا متاح للجميع والإنترنت عندنا تساعد لعل الإنترنت تساعد أقصد الإنترنت الخاصة بكل مستخدمي هذا التطبيق يعني الآن ها مرحلة البحث عن معلم نعم بعد البحث طبعا هنا يظهر جميع المعلمين المتاحين هل هو المعلم الآن موجود أونلاين أو غير أونلاين لكن أيضا بإمكانك تصفح جميع المعلمين وقراءة البروفايل الخاص بالمعلم وتشوف تقييمهم يعني مثل الخدمات الجديدة في تعليم اللغات وكذا والتقييمات التي حصل عليها المعلم ما هي القراءات أيضا التي يقرأ بها المعلم وما هي المسارات وما هي اللغات التي يتحدثها والمؤهلات والإجازات التي يعني حصل عليها المعلم اخترنا الشيخ عمر علون نعم أيضا بإمكانك من خلال هذه الشاشة أنك تستمع إلى قراءة المعلم نفسه من خلال تشغيلها هنا مباشرة آه يعني تسمع قراءته قبل ما تختاره نعم وبإمكانك أيضا أنك تضيف هذا المعلم إلى قائمة المفضلة بحيث يكون يسهل الوصول إليه في المرة القادمة أيضا كل معلم يضع له الآن جدول تقريبي لأوقات تواجده في المنصة وهذا يسهل على الطالب أن يعرف متى سيكون هذا المعلم موجودا في المنصة خلال أيام الأسبوع كاملة هذه نموذج مثلا لتلاوة هذا نموذج لتلاوة المعلم نعم طبعا نحن ما رح نشغل التلاوة الآن لكن الآن مثلا هذا الملف الخاص هذه قائمة الخيارات المتاحة للطالب منها طبعا يطلع على جلساتها المسجلة ومنها يطلع على تقييماته وتفاصيل الجلسات السابقة وتقييم المعلم له وملاحظاته من هنا يتحكم بمسارات التعلم هل هو حفظ مراجعة أو تصحيح تلاوة بإمكانه أيضا يغير في القراءة لو افترضنا أنه انتهى من قراءة يريد أن يبدأ بقراءة أخرى لأنه في المرة التالية لما يطلب القراءة مباشرة يوجهه إلى المعلمين الذين يجيدون هذه القراءة فنحن إذا أراد الطالب أن يطلب جلسة لا يسأل أي سؤال هو مجرد بنقرة زر يستطيع أن يصل إلى المعلم المناسب من حيث اللغة ومن حيث المسار ومن حيث القراءة التي يريد أن يقرأ بها ماشاء الله أنا أعرف أنه مشروع ضخم وربما هو بالنسبة لكم حلم وهو بالنسبة للكثير حلم لكن الوقت عندي أزف ويستحق طبعا مثل هذا المشروع أكثر من ذلك لكن أنتم حطيتوا المشروع هذا كما شاهدت بمقابل لأنتم عطيتوا أول برنامج أو أول تطبيق 15 دقيقة مجانية صحي كم المقابل؟ أقل فئة من فئات الاشتراك هي 39 ريال تبدأ الاشتراكات 39 ريال عبارة عن ساعة صالحة لمدة شهر الساعة تقريبا تكفي الطالب حوالي 12 جلسة إذا قلنا كل جلسة حوالي 5 دقائق فلو الطالب أخذ ثلاثة أيام في الأسبوع معدل يعني أربعة أسابيع يعني التكفي تقريبا شهر لمن يريد أن يحفظ في حدود وجه يوميا طبعا الفكرتنا في التطبيق لماذا نحن نقول هذه الخدمة مدفوعة لأنه واحد من البادة الأساسية في التطبيق أن يكون تطبيق مستدام بمعنى أنه لا يحتاج إلى تمويل أو تبرعات خارجية وإنما هو يقوم بنفسه أيضا الفكرة في التطبيق أنه قابل للتوسع والانتشار ليس له أي حدود فيزيائية وهذا يتطلب أنه يكون التطبيق فعلا قادر على أن يغذي نفسه بنفسه نحن نتحدث عن أكثر من مليار ومائتين مليون مسلم يحتاجون إلى تعلم القرآن وهناك الكثير من المعلمين في معظم دول العالم فنحن حتى نستطيع أن نوصل هذه الخدمة إلى هذا العدد أو حتى إلى جزء منه نحتاج أن يكون التطبيق مستداما ونحتاج أيضا أن يكون التطبيق في خدمة حقيقية توفل للطالب ما يتوقعه خاصة نتحدث عن القرآن الكريم الذي لا يحتمل أن يكون هناك أي مستوى أو أي نوع من أنواع الضعف في تعليم القرآن الكريم أنعم به من تطبيق وأنعم بكم من رجال خلفه أو أحتاج منك هدية لجمهور هذا البرنامج التي تتشوق للعمل مع أهل القرآن ولكن يريد أن يجرب الأول ليس بالتجربة الخمسة عشر دقيقة هذه فماذا تعطونا؟ ونحن بعدين نضبط المسابقة كيف نختارها بس كم تعطونا من اشتراك مجاني؟ يسعدنا هذا ويشرفنا وأنتم حددوا العدد ونحن معكم لأننا فعلياً هدفنا الأساسي إن شاء الله أن هذا التطبيق يحقق أهدافه التي نسمي إليها توفير تعليم القرآن لكل مسلم ومسلمة أينما كان السلام عليكم الله خير ونحن سنسعيدكم في ذلك أنتم مشاهدي الكرام عطونا عدد تقريبي كم تبغون هدية وسنقوم بإجراء سحب من خلال شبكاتنا الاجتماعية غداً بإذن الله وبإذن الله يعني أنتم أصلاً ما يحتاج أنكم تأخذوا هدايا مجانية حملوا هذا التطبيق وادعموا مثل هذه المشروعات المشروع وقفي المشروع يأخذ هذه المبالغ للديمومة والاستمرارية دعواتنا لكم فعلاً بالديمومة والاستمرارية والبركة أنتم مثالنا تشرف به من أمثلات الحياة شكراً لكم على الاستضافة شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً